السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام سعداء بلقياكم مرة أخرى فيديو جديد وفي عرض جديد قناتكم قناة فونت قطو كتمنى لكم فرجة ممتعة وكتمنى باش تكونوا في أحسن الأحوال وكترى حبكم في الفيديو دياليوم متابعين الكرام لأول مرة تشوف القناة يدير أبوني يفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد رأى يوميا عندنا فيديوهات جداد ويوميا عندنا سيارات معروضة للبيع واللي عنده سيارة بغي عرضها البيع في القناة ديالنا مرحبا به يسفت لنا الصور و المعلومات الخاصة بالسيارة على واتساب القناة لغيبا في آخر الفيديو هاد الخدمة هدى قناة فونت قطو ركتقدمها بالمجان واللي عجبته سيارتك رأيتوصل معك على رقم الهاتف ديالك متابعين الكرام اللي باقي ما شفش الفيديو اللي نزلنا اليوم والتي تتكلم على المعلومات المهمة في إطار نقل ملكية يرجع يشوفو ورأى عندنا فيديوهات قبل منه هادى سلسلة على نقل ملكية باش الإنسان يتفادى بعض الأخطاء اللي كدار ومن بعد كتخلي الإنسان طيح في مشكل اللي يقدر يكون الحل ديالو صعيب بالنسبة للسيارة اللي عندنا اليوم كما كتلاحظوا في الصورة عندنا سيارة من نوع كونجو ماكسي واللي معروفة في السوق بالاسم ديال كونجو بقرة هادى السيارة هادي الموديل ديالها سنة 2014 عندها ستادي الخيل وبالتالي الضريبة السنوية اللي غتخلص هي 700 درام بالنسبة للسيارة هادي رأي قطع المسافة ديال مياه وربع وستين الف كيلو متر كما كتلاحظوا السيارة سبغة ديالها انقية هنا كنشوفوا الحالة ديال السيارة من الداخل السيارة رأي انقية بزاف هادى كالسالون رأي مغلف بليهوس يعني السالون الاصلي ديالها رأي بقي كين التحت كتشوفوا انقية بنوات ديالها مزالين مزيانين كنلاحظوا كذلك حتى الكاروس ديال السيارة وقفة مزيان سبغة ديالها انقية بزاف دوريجين كما كتلاحظوا ما فيها شي شي ضربة ولا شي حاجة السيارة رأي انقية الكاروس ديالها مليحة السالون ديالها أصلي دوريجين كما خرج غير السيد مغلف بليهوس يعني رأي بقي محافظ عليه مزيان بالنسبة للتأمين إلا بغينا نخلصه العام 1930 درام وإلا بغينا نخلصه 6 شهور 1520 درام وإلا بغينا نخلصه 3 شهور 810 ديال درام بالنسبة لهذه السيارة رأي عندها الكليماتيزور عندها الزج إلكتريك عندها الفولون أسيستي غيقلابل عندها الإرباق عندها الخاصية ديال لابيس عندها الكوموند ديال بوست راديو من تحت الفولون عندها كذلك البلوتوث يعني ممكن تكونكتايو التليفون مع البوست راديو عندها كذلك السالون ديالها نقي بزاف عندها كذلك سنتراليزي أديستانس بالتليكوموند بالنسبة للميكانيك ديالها صاحب السيارة تيقول بأن الموتور ديالها مليح وللميكانيك ديالها مزيانة وبصفة عامة هات السيارة تهدو العالميكانيك ديالها ما فيها شيء مشكل والأمور ديالها كلها بخير وعلى خير وحتى بالنسبة الاستهلاك ديال القازوال راهم اقتصاديين بزاف بالنسبة للسيارة الكاروسري ديالها كمشتو مزيانة عندها أربعة ديال البيبان يعني لكوليس كينا غير بورت كوليس وحدة يعني الباب كوليس اللي من المرسائق ما كيناش بالنسبة لهذا السيارة الحالة ديالها هاتو مشتوها كديرا سيارة مزيانة وكما تنقول دائما را ممكن نستعملوها الخدمة التجارة نخدمو بها وممكن كذلك نستعملوها للأغراض العائلية بالنسبة لهذا السيارة هذي رأيك التواجد في مدينة الفقه بن صالح تمان اللي كيطلب مولاها رأتي يطلب 92 الف درهم أي تسعود ديال مليون ومئتين الف فرانك اللي عجبته السيارة معليه إلا يتواصل مع مولاها على الرقم ديال الهاتف اللي تيبن في الشاشة والتمان رأتي تبقى فيه المفاهمة وفيه كذلك قابل للنقاش ديروا جامل الفيديو باشد السيارة تصل للناس اللي تقلبوا على دنوع ديال السيارات وكذلك القناة تصل للناس اللي تقلبوا على دنوع ديال القنوات والناس اللي أول مرة يشوفوا القناة ما فيها بس ديروا أبوني وفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد متابعينا الكرام بالنسبة للسيارة التانية اللي عندنا في العرض دياليوم كما كتلاحظوا في الصورة عندنا سيارة من نوع بوجو بارتنر هذه السيارة هذه الموديل ديالها سنة 2004 عندها سبعة ديال الخيل وبالتالي الضريبة السنوية اللي غتخلص هي 700 درام هنا كنشوفوا الحالة الداخلية ديال السيارة كما كتلاحظوا الصالون ديالها مزيان وكذلك كنشوفوا حتى التابلود بور ديالها نقي بالنسبة الكاروسري ديالها كما كتشوفوا السيارة وقفة مزيان سبعة ديالها نقية صاحب السيارة مضبط معنا واجدوا ريجين او لمعودة هنا كنعودو نلاحظو كذلك التابلود بور كما قلت لكم ديال السيارة النقي السيارة راهية وقفة مزيان مليحة هنا كنشوفوا تابلود بور عن قرب على العموم السيارة نقية ومزيانة بالنسبة لهذه السيارة هذي اللي بغينا نخلص لها تأمين العام غديتقام بألفين وتسعمية وثلاثين درهم وإلا بغينا نخلص ست شهور غديتقام علينا بألف وخمسمية وعشرين درهم وإلا بغينا نخلص تلت شهور غديتقام علينا بثمنمية وعشرة ديال درهم بالنسبة لهذه السيارة هذي راه عندها خمسة ديال البيبان يعني عندها كوليس واحد الباب اللي من مور وكنشوفو كذلك الصالون ديال السيارة راه في حالة مزيانة بالنسبة السيارة راه عندها الزاج إلكتريك عندها الفولون أسيستي عندها كذلك اليرباغ عندها الفروياج سنتراليزي أدستانس بالتليكوموند بالنسبة السيارة راهية في حالة جيدة اللي عجباتو هذي السيارة هذي حتى هي راهية كالتواجد كذلك في مدينة الفقه بن صالح تمان اللي كيطلب مولاها تيطلب خمسين الف درهم أي خمسة ديال المليون ديال السنتيم اللي عجباتو السيارة يتواصل مع مولاها على الرقم ديال الهاتف اللي تيبن في الشاشة والله يسر الأمور للجميع متابعين الكرام نتمنوا من الله بشات السيارات اللي قدمنا لكم اليوم يكونون للاعجاب ديالكم ويكون كذلك الفيديو حتى هو عجبكم ديروا جامل الفيديو بارتاجي وشكرا للناس اللي عاد لتحق بالقناة تذروا أبوني مرحبا بكم شكرا للناس اللي مدعم منا دائما شكرا التشجيعات ديالكم المتواصلة ولا مشروطة ما تنسوش تشوف الفيديو اللي نحت كل نهار مع الوحدة النهار على نقل الملكية وإلى اللقاء في فرصة قادمة